السلام عليكم ورحمة الله لدينا أول درد من دروس الإقضاء أو أول سر من أصر الإقضاء هو الاكاستيكس في الوائد باس هناك الاكاستيكس يعني automatic هي بتكون متفاعلة هكذا لو جئنا هنا بصينا خلينا نضيف كاميرا لو ضيفنا الكاميرا من view لو كاميرا هنلاقي بالفعل ان فيه كوستيكس لكن فيه ممكن ما تكون شواضحة سيحب الإضاءة القليلة لكن خلينا نلغي ده كده فقط الظل لكن هو جزء ده كده هيكون زائر أكتر لما عملنا رندر فالكوستيكس هي جزء اللي هو في اتجاه الضل ده اللي هو لي عبارة عن نويز ولكن بيختلف شكل الكوستيكس على حسب على حسب نوع الزجاج على حسب نوع الإضاءة على حسب مكان الإضاءة هل نهاري او ليلي هل داخلي انتيريور او اكستيريور طيب ايه هو الـ لو فعلنا الكوستيكس هنحصل الكوستيكس بكمية كبيرة جدا في الصورة طيب هنلغي الكوستيكس تماما من هنا كده مفيش اي كوستيكس هنضيف عندنا هنا اثبت ولكن scale point 4 هكذا هنختار من هنا الإضاءة مفيش اي مانع نخليها ولكن الـ point one المكسم of bounce خليها one احنا الوقت ما نتكلمش عن الماتيريا ولاك ما تكلم عن الـ نيجي هنا في الـ الـ هنضيف geometry normal مابنج هنضيف ايضا مابنج مابنج هنضيف نستخدم normal to vector color to color نشوف اي نتيجة عندنا نحن نضيف نحن نحرك كده و size نحن نقال له �� هذا نحن 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 هنا و نحن هكذا ايضا ده الريد اسلو زيرو وده الريد اسلو زاد فخلا نقول نكون بهذا الشكل ونحرك هكذا وده كده نبدأ ايان اول شي نرجع ثاني نستخدم المابنج فاصبح عندي المابنج هو يتحرك في اللوكيشن ويتحرك في اللوكيشن ويتحكم في السكيل فانو خلينا نقول المابنج فور تمام هنغير بقى الويف عن طريق شفت اس لو بنستخدم النود رانجلر هناختار اميش تيكتشر بعد ذلك هيكون ديب تيكتشر عند دينا بدل من الويف تيكتشر نستخدم اميش تيكتشر ونقطعا نزود ونقضي l-strength داك الليه strength 1 دا 2 قبل ونسترنس 5 ممكن نزمت موضوع الشكل نفسه عن طريقنا طبعا ممكن نغير هنا بنحدد او بنغير على حسب يعني شايف ان شايف منا كده أفضل ممكن نزود l-scale نفسا 1.2 بعد كده هنا image texture عفوا اني RGB curves ونستخدم استكروف هنا بيكون highlights يعني الماكين مظلمة هنا الماكين مظلمة فكده بيظهر انه تأثير كأن فعلا الاكاستيكس واضح ممكن نقلل هنا نضع size ونزود هنا scale شوية 1.4 أو 1.5 فهذا كان باختصار نضيف كيف نتحكم في الاكاستيكس حبيل الموضوع يبقى في blur فنزود هنا الradius شوية كلما نزود reds هي الموضوع يكون في blur ولكن نكون قريبين جدا من الصف يكون الموضوع أوضح وشرب هذا كان مختصار كما نضيف الاكاستيكس في blender فقط نستخدم ال spot light نستخدم فقط إضاءة ال spot light ونغير في nodes نضيف image texture texture coordinates مابنج ممكن نغير color correction color correction RGB curves الس curve ثم نضيف 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 النودات كgroup نستخدمها في مشروعات عن طريق ctrl g group ثم نضيف مشروعات ثانية عن طريق group هكذا فبتظهر عندنا وطبعا الكلام ده يعني بلنا ووضحنا في أكتر من درس وده كان ملخص درس اليوم ترجمة نانسي قنقر